أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حكم التاريخي وقواعد الجغرافية قد صاغ مثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري مما جعل مصر دائما وأبدا في صدرة الدفاع عن الأمة العربية وفي كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد الرئيس السيسي على أن مصر لم تخذل الأمة العربية ولن تخذلها أبدا كما أكد الرئيس السيسي سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي الذي يحكم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية مشددا على سعي مصر للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية وأشار الرئيس السيسي إلى وجود سعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مصارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو والمبادرة العربية للسلام ومقرارات الشرعية الدولية إلى تصعيد ينحرف عن هذا المصار أعرب الممثل الثامير للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن دعمه لدعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وأعرب عبر منصة إكسا عن شكره لإعلان مصر أن معبر رفح سيظل مفتوحا وعملا بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية وحالة الطوارئ أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 423 ألف شخص أكبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وقال مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا في بيان إن عدد النازحين في القطاع وصل إلى 423 ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين نازحا أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة وظفة الغربية المحتلة وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا في بيان إن المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة وظفة الغربية محذرنا من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في قطاع غزة على شفى الانهيار وأضفت المنظمة أن كل ساعة تمر تقلل من الفرص المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية إذ أتعذر إيصال الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح وذلك إلى قطاع غزة على وجه السرعة بسبب الحصار الكامل المفروض عليها ولفتت الصحة العالمية إلى أنه فيما يتعلق بالمستشفيات فإن الكهرباء لم تعد متوفرة لها إلا لساعة قليلة كل يوم مع الاضطرار إلى الاعتماد على نظام حصص لتوزيع الكمية القليلة المتبقية من احتياطيات الوقود والاعتماد على المولدات لضمان استمرار الأعمال بالغة الأهمية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة إلى 1385 شهيدا و6229 جريحا وأوضحت الصحة في بيان مقتدب أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا و6049 مصابا فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا و180 مصابا وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من النساء والأطفال استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفد نقابة التطبيقين وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية لافتا إلى أن الحملة تعتمد أسلوب الشفافية والعلنية في كل تفاصيل عملها من جانبها أثبتت أو أثنت نقابة التطبيقين على مشروعات التنمية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه سوف يتم معقد الكثير من الندوات والفعاليات لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم أعلن المرشح الجمهورية لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس سحب ترشيحه في قرار يفقم أزمة المؤسسة وكان سكاليس فاز الأربعاء في تصويت غير رسمية للحلول محل كيفين مكارتي الذي أقاله زملائه في الثالث من أكتوبر الجاري لكن النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين